قال رئيس الوزراء الإسرائيلية إيرلابيد إن إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعا غدا بهدف إقرار هذا الاتفاق وكان رئيس مجلس الأمن القوم الإسرائيلي قال أن الحكومة تتجه نحو توقيع اتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية مع لبنان وإشار المسؤول ذاته إلى أن المطالب الإسرائيلية تمت تلبيتها في مشروع الاتفاق من جانبه أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن أمله في الإعلان عن اتفاق النهائي بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في أقرب وقت ممكن واعتبر أعون أن الصيغة الحالية للاتفاق مرضية لبيروت لافتا إلى إجراء مشاورات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بشأن صيغة الاتفاق هذا وكان نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بوصعب قال أن لبنان حصل على مطالبه كافة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لافتا إلى أن الحل الذي تم التوصل إليه يرضي الطرفين وأشاد أبو صعب بجهود الوسيط الأمريكي للخروج بهذه النتيجة هذا لبى المطالب اللبنانية كلها والملاحظات التي كانت عندنا أخذت بعين الاعتبار على عكس ما يشاع أن لبنان لم يأخذ أي من مطالبه لبنان حصل على مطالبه لأنه مطالب محقة وأنا بعرف أنه كمان الفريق الآخر بده يعتبر أنه هو حصل على ملاحظات وعلى مطالب كن هو عم بيطالب فيها والجهد اللي نعمل خلال الأسبوع الماضي هو لحتى الفريقين يعتبروا كل واحد منهم حصل على الضمانات اللي بده إياها وأخذ اللي بده إياه باتفاق عادل نحن بالنسبة لنا الملف أنجز اليوم نوضع قدام فخامة الرئيس الموضوع صار بعهدته والجو كتير إيجابي تجاه الشغل اللي نعمل من قبل الوسيط الأمريكي والإدارة الأمريكية كما أكد نائب رئيس البرلمان اللبناني عدم وجود أي تقاسم لثروات بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بحقل قانا لافتنا أن بيروت ستحصل على حقوقها كافة من الحقل بالنسبة لحقل قانا أول شيء ما في شراكة بين لبنان وبين إسرائيل ولا في تقاسم سروات مباشرة بين لبنان وبين إسرائيل حقل قانا هو حقل بيمتد على طرفين الخط اللي تم اعتماده وعلى الجهتين من الخط اللي تم اعتماده وفي تفاهم صار ونحن على علم أنه صار في تفاهم لكن ما منعرف تفاصيله ولا نحن معنيين فيه بين شركة توتال وبين الإسرائيليين لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حق القانا كاملا على الجهتين للمزيد ينضم إلينا من القدس مرسلنا نضال كنعنا نضال مرحبا بك معنا إذن لدينا الطرفين يؤكدان أن مطالبهما الرئيسة تم تحقيقها من خلال الصيغة المقدمة حاليا كيف يتم متابعته في الجانب الإسرائيلي الخطوات المنتظرة خاصة أن هناك تحديات قانونية وكذلك انتخابية في المشهد الداخلي بإسرائيل حاليا نعم إيمان عمليا في إسرائيل يعني على المستويين السياسي والشعبي هناك ارتياح كبير للتوصل إلى اتفاقية مع لبنان كون هذه الاتفاقية أولا تتيح لإسرائيل بدء الضخم من حق الكريش بعدما أجرت الاختبارات الأخيرة على جهوزية هذا الحقل ومنصة استخراج الغاز أيضا هذا الاتفاق يزيح ضلال الحرب التي كانت تخيم على المنطقة في الأيام الأخيرة بعد فشل المفاوضات الأسبوع الماضي لذا فهناك ارتياح إسرائيلي على مستوى التصريحات من رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الذي زار منطقة الحدود مع لبنان اليوم وقال بأن الاتفاق تاريخي ويحقق كل الأهداف الإسرائيلية الأمنية والاقتصادية عموما الآن الحكومة الإسرائيلية في سباق مع الزمن غدا سيكون هناك في نفس الوقت تقريبا اجتماع للكابينيت الإسرائيلي للاطلاع على هذا الاتفاق ومن ثم سيطلوه اجتماع للحكومة الإسرائيلية ستقر فيه هذا الاتفاق هذا وفقا لطلب المستشارة القضائية للحكومة ومن ثم سيعرض الاتفاق على البرلمان الإسرائيلي لمدة أسبوعين لإطلاع أعضاء البرلمان فقط عليه دون حاجة لتصويت الكنيسة الإسرائيلية على هذا الاتفاق كونه لا يتطرق إلى التنازل عن مناطق سيادية إسرائيلية هو يتحدث فقط عن المياه الاقتصادية الإسرائيلية لكن العائق الوحيد الذي سيكون أمام هذا الاتفاق لغاية الآن ربما سيكون في الدعاوة التي سيتقدم فيها حزب الليكود وبين يمين نتنياهو ضد الاتفاق لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لكن قانونيا الأمور تميل إلى صالح الحكومة الإسرائيلية وإلى صالح هذا الاتفاق محكمة العدل العليا على الأغلب لا تتدخل في مثل هذه الاتفاقيات ووفقا للقانون الإسرائيلي فإن الحكومة الحالية رغم أنها حكومة تسيير أعمال إلا أنها مخولة لتوقيع مثل هذه الاتفاقية خاصة إذا كانت هناك ضرورة أمنية ملحة كما يقول القانون الإسرائيلي ومن السهل لدى الحكومة الحالية القول بأن هذا الاتفاق أتاح لها بضخ الغاز وأنها عبر هذا الاتفاق تفادت تصعيدا أمنيا خطيرا مع لبنان ومع حزب الله وبالتالي على الأغلب فإن هذا القرار أو هذا الاتفاق سيتم إقراره في الحكومة الإسرائيلية حتى وإن لم يتم إقراره بصيغة نهائية إلى ما بعد الانتخابات فإنه حتى لو نجح نتنياهو لن يستطيع التراجع كما صرحها الآن نعم شكرا جزيلا لك نظل كنعنا مراسلنا من القدس